السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بيم متورتي اندكس يعني تطور او ندوج البيم عبر البيم فريمورك للدكتور بلال سكر. ودي من الحاجات القوية جدا اللي دكتور بلال سكر عاملة دكتور بتاعته فيها. وهي ان انا عايز اقيم الشركة وعايز اعرف ايه اللي ناقصها واني فين دلوقتي. لازم اعرف ايه موجودة فين عشان ننتقل للمرحلة اللي بعد كده. يعني ممكن انت شركة تقول لي على مطبقة البيم وتروح وتلاقي الوضع سائق جدا وتلاقي ان هما بيعملوا آآ 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 شغل حلما انتيشي مقارب بس ان هما جايبيني سوفت وير ومسلطة بينه. فلازم بعرف انا وصلت فين. مش انا بيش بنكلم بقى مرحلة واحد مرحلة اولى مرحلة اولى مرحلة اولى مرحلة اولى مرحلة تالتة. لا هنبدأ ناخد كل عنصر مع نفسه. يعني هنتكلم مثلا عن سوفت وير لوحده. والهارد وير لوحده. ممكن تكون الشركة في الهارد وير عشرة عشرة. بس في السوفت وير آآ ضايعة. ممكن تكون في النتورك شمال. فنبدأ نشوف الموضوع دو. عايزين نعرف احنا فين الانتاجات بتاعتنا فين ونبدأ نطورها ازاي. هنقسمها الخمس ده مسلا هنا. ده لسه انت عندك فكرة عن الموضوع ولسه بتفكر تبدأ. ما عندكش اجهزة قوية وتقدر تستحمل. اه سوفت وير انت ما عندكش حد يبقى في شارع ليه وانتو شارف اصلا شارب بين سوفت وير. هنا بدأت تعرف الفكرة بس لسه في الاول خالص. الاجهزة بتاعتك بسيطة. هنا الاجهزة بتحقق الهدف. هنا الاجهزة كويسة. هنا الاجهزة سوبر ستار. فبدأها مثلا متكلم عن جهزة سوفت وير نفس الفكرة. يعني في مراحل. بتجيب بص على الجدول اللي هنشوف دلوقتي. ده هنا انت في المرحلة ديت. ومحتاج ان انت تروح للخانة واحد ايه عشان تشوفت ايه المطلوب منك كتكنولوجيا وبروستي دوليسي. عشان هنا المرحلة بعدها والمرحلة بعدها والمرحلة بعدها والمرحلة بعدها والمرحلة بعدها. هنا انت هنا بريبيم. هنا انت هنا مرحلة اولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة. انت هنا باية سوبر ستار. لما تجيب بص على الجدول هتلاقي ان هو السملح كتيرة. هما ده بس نبقى اول صورة. بس هو الجدول كتير. وان شاء الله نشرحه بالتفصيل. نمسك كده جزء خانخ هنا ونبدأ نشرحه. بالتفصيل ازاي تبدأ تقيم الشركة وازاي تعرف انت فين وهتوصل لفين. الموضوع ده عم نعمله بشركات كتيرة وفعلا بحققة لان هو ممكن يكون مركز موضوع التطوير على موضوع سوفت وير بينما المشكلة عنده مثلا في الهارد وير او مشكلة في النتورك او مشكلة في السياسات او مشكلة ان هو ما عندهش فانا عشان اعرف لازم ابدأ اشوف وعلم عن حاجات دي. ممكن تكون النقطة دي فيها كزا فقرة فتعلم بالوان يعني الحاجة اللي اتحققت اروح من الده لون اخضر. الحاجة اللي بايزة عندنا الده لون احمر. الحاجة اللي نص نص ده لون اصفر. يعني بتبدأ انتفع على الوان معينة وتبدأ تلون بها. يعني على سبيل المثال هنا انت في البداية خالص. سوفت وير بيطلع 2D ما بيطلعش حاجة بتطبع اكواد ما عندكش طريط تخزين كويسة. طريط نقل الملفات مش معروفة. هنا انت عندك السوفت وير وبدأت تطلع منه 2D يطلع من 3D بدأت تاخد خطوة لقدام. هنا انت بدأت تعمل الحاجة اللي مطلوبة منك يعني تشوف ايه الحاجة اللي مطلوبة منك وتعملها والسوفت وير بيعمل لك حاجة اللي مطلوبة منك. هنا انا عندي سياسات واستراتيجية والسوفت وير ده بيتحدد عن طريق الاستراتيجية والحاجات ديت. هنا انا عندي خطة ومراجعة دورية بحيث تأكد ان السوفت وير ده بيحقق المطلوبة اللي لأه وكل والدرموة تنمية فانت كل شوية بتعمل اه تصوير وتشوف ايه الحاجة اللي انقصاك وعندك فيه طريق تخصيل محكمة وبتقدر تتبادل الحاجات بسهولة جدا مع الناس اللي شركاء ليك. ده على سبيل المثال في بقى جزاء كتيرة جدا بنفس الفكرة ديت. ان شاء الله هنبقى ناخدها بالتفصيل. برضو مثلا جزء احنا كده كل ده بنتكلم عن جزء التكنولوجي. فبنتكلم على السوفت وير والهارد وير والنتورك. هنا بتلاقي الحياة لسه في الاول خالص ما عندكش شبكة ما عندكش اه التواصل ما تدرس تحمل شغل بتاعك بدأت يبقى فيه اه نوع من تبادل المعلومات. هنا بخلاص بقى اللي نتورك ما فيه مشكلة وشغالة زي الفل. هنا بتبقى متمكنة اكتر. هنا بتبقى خلاص فيه خطة دورية لتأكد ان الشبكة شغالة ولو في اي مشكلة بتحل واهتمام من الادارة واعلى حاجة من حاجات. يعني هنا خلاص انت بتبدأ هنا بدأت هنا فيه تحكم اكتر. هنا فيه زكاء. بتميزة ديجي بتبقى حالة عالية جدا نادرة لما تلاشر كوستة المستوى دوت. ده موقع بتاع الدكتور بير سكر وهتلاقي المقالات احنا ترجمناها الحمد الله ترجمنا تقريبا 24 مقالة في بيم ارابيا. نشكركم ان شاء الله فيه فيديو متخصص او نتكلم بسعة اكتر في موضوع دوت. موضوع التقييم للشركات والاشخاص والدواء ان شاء الله.